موسيقى لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الرب حبنا ونحن خطاق بالرغم من كل خطيانة الرب حبنا بدوا مننا بس نؤمن به يكون عندنا سأى بشخصه المبارك هذه الحياة اللي عم نعيشها ده بنعيش سبعين ثمانين مية هذه حياة وقتية لكن عندما نأتي إلى الرب ونعترف بخطيانة أمامه ويدخل إلى قلوبنا بالروح الكدس يصير عندنا حياة أبادية مساء الخير بشديان الكرام بحلقة جديدة من برنامج من أنت ويحب يتصل على الرقم 01-255-500 01-255-500 وبيقدر يسأل الضائف السؤال اللي بدوا وياه من أنت؟ دكتور توني الياس كفوري 34 سنة خصائي جراحة عامة جراحة جهاز هضمي ومنظار أورام وجراحة البدانة أنا من ضيعة بقضاء صغرتها اسمها بوسيت بوسيت جاي من بوسيت كد من فرنساوية سموها الانتداب الفرنسا قاعد بجديدة هنا جديدة سنة البشرية أهلك طيبين كم ولد كم خاي هذا أول شيء أسيسنا بدي أتشكرك على إضافة الليلة حبيبي أهلا وسهلا فيك بدي أوجه تحية لكل مشاهدين عم يحضرونا الليلة على التالي أهلي أنا أهلي كمان كتخر على بعضهم بحالة بصحة منيحة وعندي أخو وأختان شو بيشتغلوا أنا أخي راهب أنطوني وعندي أختي الكبيرة هي أملة ثلاثة أولاد وأختي الصغيرة كمان بالضمان الطبي يعني بمجالة الطبي هي ممرضة الله يخليهم والربي باركهم يا ربو تحيي تحيي لهم دكتور طوني كفوري من أنت من الأصدقاء من أنا من الأصدقاء التواصل مع الأصدقاء هي شيء كتير مهم حسب كل شخصية كل شخص الفكرة أنه في عالم تكون كتير اجتماعية نسمينا نحن سوشوبل في عالم ما بتكون كتير اجتماعية ثابت يمكن طبعي أني كتير بحب الناس ما بحب كتير الوحدة بحب العالم بحب وجود الناس بحياة فعندي كمية كتير كبيرة من الأصدقاء إذا بدك هلا أكيد كتير بحبهم بس الأصدقاء درجات وكمان أصدقاء حتى الثقة بالأصدقاء درجات يعني في عنا أصدقاء بنكونوا كتير قرب لقلنا في جنا نوسا فيون بي نسبة معينة في عنا أصدقاء بيكونوا أبعد شوي وفي كمان المعارف فكيف نحن نقدر نقصمون هذا شيء كتير مهم حتى لو كترتون كمان أنا من الأصدقاء ما بعتقل أنه أنا بحياتي كتير نقزيت بشكل كتير سلبي كيف حالة طعنك هايك الظاهرة؟ بتفادى هيدا الموضوع لأنه عندي نوعين من الدفاع عن النفس بهالطريقة بالتعاطي مع أصحابي أول شيء أنه أنا مثلا ما كتير بفوت بخصوصيات أصحابي كتير قوية الثاني شغلة كتير بتكلي عليه أنه كمان ما بيعرفوا كتير كتير عن حياة الشخصية فبهاي الطريقة أنا بحمي حالة من أنه يصير في عندي لأنه بالنسبة إلى الإنسان كلمة بيعرف عنك أكتر كلمة رقط عليك نقط ضعف أكتر يعني بمعنى ما تكشفوا راقة قدامك ايه أكيد فبخلي مجال لكل حدن ويمكن مع الوقت بتتغير الأمور بس دائما السقة ما بتكون عمية من مكان من أنت من الطفولة؟ هل عشت طفولتك؟ أو كنت تأكل قطلي؟ أو كنت مرغنوج؟ أحد أشي صار معنا بالطفولة أنه أنا عشت بالبقولة بالعرب المشبرح بالطول وبالعرض هيدا الولد كتير كانت بسموه الشيطان مغنج كتير لا لا كنتش كتير مغنج كنت كتير شيطة بنط كتير بيكسر بدأ يلعب كل الوقت طفولتنا بيعتبرها شي كتير حلو لأنه نحنا كنا ما كان عنا كتير الواتس اوب ما كان عنا التليفونات ما كان مؤيدين بالبيت كنا بنركض بنلعب بنظهر طفولتنا كان من كتير عملتنا تواصل مع العالم الانتراكشن نحنا كنا جيل ما عاش كتير الحرب سو كنت أنا قطعت الحرب وقتها كنت بلشت قوعة فكنا أكيد كنا نروح معندي الجيران لعب مع أولاد الجيران كان عندنا كانت الطفولة حلوة لا عاشتها مظبوط لطفولتي أنا كنا حتى إذا بتحس نشاطاتي كنت أنا عامل بالمدرسة كانت حلوة يعملوا حفلات للأهل كنا غير كانت حلوة طفولتنا كانت تاكل قتلي كتير كتير هيدا أنا بدواجه تحية لأهلي عن جاد أنا بقول كتير مع التربية أوكي منقول هلا أنه ما بيسوا نضرب الولاد أكيد ما كان عنه بس كان أحسن أيام إما فكتهز بالولد فنحنا كنا كتير نلعبه هاي كان لازم حدا يقلنا وقفه لا بتاب المؤدس بقول لا تمنع العصة عن ابنك لكي تربحه اي اكيد اكيد كتير الغنج وتربية تدلع عند الولاد بحيس بتطلع جيل رقيق ما بكتير بتكلع حاله جيل ما عنده شخصية كمان هلا كتيرتها ما بتسوى وقلتها ما بتسوى يعني شي مرة هيك خبرني شي خبرية أكلت قتلي هايك وندمت قلت ما عش بدي حر لا ما وصلت لها القد كتير يعني قتلي كتير لا ما وصلت كب سؤال وكان بيئك يدربك كان بعدين هو يشعر هايك بالندم أو لا الفكرة أنه أنا الخبرك شي أنه كنت أنا وصغير شوي حس أنه بيئ القاسة علينا أنه أمي كانت ترحنون أنه بيئ القاسة علينا اكتشفت أنه لا أنه كتير خير وكان هيك لأنه من إحنا شخصيتنا هلأ من ورا هيك طلعنا الشخص طلعت شخصتي هلأ من ورا تربية تقلو شخصياً من ورا تربية تقلو ما كانت كتير كتير أكل قاسة لأنه كانت كتير شاطر بالمدرسة شو بقوله أعم تعود بتعود شي عن شي بس يكون عندك حدا شاطر بالمدرسة من أولاد بتقول إنه شو ما كان معلي من أبطع له هذا الشاطر بالمدرسة بس كان صار عندي شغل كتير بتضحك لأكتر أحرجتني صارت مع بي وكان عندنا اجتمع الأهل مثلا يجيبونا كل فترة كل سنة يجيبو مرة اجتمع الأهل مثلا بصير ينظروا مثلا هذا الإنسان عنده مشكل بالجغرافيا بالتربية بالتاريخ بالعربي بالفرنسي هلا أنا ما كان عدي ولا مشكل بولا شي بس باي بالنسبة له شو ما جيب علامات مش عجبين وبدو أكتر يا عم جل جايب سبعت عشر جايب سبعت عشر معدة العام ما بيعجبه ويوصل على الأستاتيستي يعلق مع أستاتيستي فأنا انحرج إنه لأ لازم يكون أكتر لازم يكون أشطر فكن عند رفقتي هلا جاو وصار عند أولاد تستحي كتير تجمع أمه مثلا تقلها لا أمه هي يكون جايبة 9 أو 10 مثلا تقلها لا أمه أنو شو بدي أعمل تقلها أمه أنو شو بدي أقول إذا هو جايب 17 بيو نزل فيه بادل أنت تسعى شو صار معك أنت متل ما كنت برا أنت ولد بالمدرسة كنت كمينة حر أو لا بالقلب أنا بالمدرسة كنت كتير عائل يعني قداش كنت أنا برات لمدرسة حدا كتير مسيعته الدنيا بيقوله بالمدرسة أنا كنت كتير بالقلب عائل كتير عائل كنت كتير راصين هذا الصابي بيعود أول طبقة يليك الأزادزة بتحبه اللي يركز كتير اللي يدروس اللي يعمل بساقها كنت فكان كتير بالقلب بين المدرسة والبيت من أنت من الأقارب هل بتحب القرايب هل عندك علاء أنت وياهون أنا بالنسبة أو بعيد عنهم هل الأقارب حسب أنواعهم يعني في أقارب يكونوا كتير قراب بتحس أنه كتير أنت منيح معهم أو بحبوك كتير بيعلقوا براسك مثل مثلا الله يرحم مع عمتي وخيلتي في عندي عم وخيل كتير بحبوهم كانوا كتير قراب مني وفي أقارب يكونوا شوي أبعاد يا كان من المسافة يا من الوقت وبتعرف أن كل عنا بتكون مجغولي بحياتها بس أنا مع الأقارب حدا كتير بيهمني أنه أعمل وجبتي مع أقارب يعني بس يعوزون بدي يكون موجود هيدا كتير مهم كانوا بعاد أو كانوا قراب ليش خطرت الطب مع أنه بيك شو كان نشتغل بيك لماك؟ بيك كان أستاذ أدب عربي وأمي كانت تعلم فرنسي كمانا أنت خطرت الطب؟ بالعائلة نحنا معنا حدا أبدا نخصه بطبية بدومين الطب يعني ما في عنا حكيم بالعائلة لا صغيري ولا الكبيري يعني عماتي خالاتي ما في كان عنا حكيم فأنا مصغير كنت أحب أعمل حكيم كان عندي هالشغلة أنه بحيب أحكم الناس أفحص العالم أعطيوهم دوا هكذا فبس كبرت كان عندي علامات مناحة وقلت أنه وينوت حتى أهلي كتير ساعدوني يعني أنه أهلي لا أعموه الحكيم كنت شوي بعدين ضايع بتعرف أخر سنة أنه بركي في شي غير أو شي لا ساعدوني أنه إذا بتعمل حكيم جرب إذا بتعمل حكيم أحلى هلا عبد يفوت في الموضوع أكتر وأكتر شو هويتك؟ هلا عندي كتير هوايات كتير مهم بدي أقول شغلة كتير أساسية أنه الطبيب مش الطبيب الناجح أنا من نسبة لي الطبيب الناجح أنا أنا شايف عندك هواية كتير قوية على تواصل اجتماعي سمال عليك بتعرض كمان بتصير يعني بتعطي استشارات للعالم على التواصل الاجتماعي مظبوط يرز العين بدي وصل الفكرة كتير أساسية أنه الطبيب يلي ما بيعمل شي بحياته غير مهنته أنا بقول له أنه هذا الطبيب مش ناجح لازم تكون عندك مهمتك بمحل أساسي وكمان التعاطي مع المجتمع بدي يكون له محل كتير مهم كون عندك هوايات لأنه الانتراكشن كمميكيشن عن تواصل مع الناس هو يلي بيخليك إنسان كمان كتير ناجح أكيد بدك تكون أنت ناجح بمهنتك كمان هوا مع بعضنا هي نوع من التوازن إذا بدك فتواصل الاجتماعي أنا بلقيت أنه نحنا بعصر هو اللي بيقدر يعمل لك دفش كتير كبيرة للمجتمع تواصل الاجتماعي مثل ما فيه يقدر يساعد العالم في كمان يأذيهم فلا نحنا ما بنقدر نساعد الناس فكان عندي أصحابي قالوا لي أنه لا ما بتفتح بتيك توك شيء تيك توك هي أبليكيشن هلا كتير معروفة مثل انستاجرام مثل فيسبوك صحيح لا ما بتعمل توعية طبية للأسف أنه ما لقيت كتير بلبنان أطباء بيعملوا توعية طبية أنا بك صراحة تفجأت إن أنا عصفحتي ما بلاقيك إلا اسمال الله عليك اسمال الله عليك بس أنا كتير بعرف أطباء ما حدا عنده هالمشهر ما حدا ما حدا يعني ما هي هي ما بدأ كتير وقت هي بدأ الإرادة إذا بدأك نعم فتوعية طبية باللاشتوعية طبية تقريبا على على تيك توك صور بنزل كتير إشاء فيديويات خاصة بالعالم شو لازم يأخذوا فيتامينز كيف لازم يتصرفوا إذا صار عندهم مشاكل زايدة مرارة سلق عندهم أو جعب البطن إذا عندهم مثلا كلون عصبة أو أنواع أمراض صورت كل مرة بحكي فيديو عن مرض معين أو عدة فيديويات عن أمراض معينة أو أدوية عمتنعطة مثلا معطئة خاطئة اكتشفت أنه حتى على التواصل الاجتماعي في ناس رابعة يعني نقول صيدلية أو شي عم يعطوا معطيات خاطئة أكيد مشكلة الناس بس مثلا بقلو له خد هذا الدواء محل هذا الدواء أو شفت شي كتير نأزني مثلا هو دفش نأحكي مثلا في صيدلية فرمشانية عم تقول لهم خدوا توم بدل ما تاخدوا إدوية البلافيكس أو طبع مسيالة الدم هذا الشي كتير خطير على مرضى القلب ستطرت لأ أنه لازم يكون في حدا متخصص أكتر يحكي على مواقع تواصل اجتماعي بل الشيء يعمل الشيء اسمه مجد ربي باركك برافو ربي باركك شو عندك هواية كمان هلا كمان ساعدني الشيء بالتواصل المواقع تواصل اجتماعي يعني بعمل شيء اسمه فود بلوغينج اللي هو نحنا نذب واقع كنا من قبل كنت كتير عمله اللي هي النبروم مطاعم ندوق أنواع أكل ندوق مطابخ كذا محال كان حلو أنه بلبنان أكيد قبل الأزمات كان لبنان كتير قوي هيدا الضمان يعني هيدا المجاكي كتير قوي عنا كتير مطاعم انترناشنل بنسميهم نحنا كانوا أهم الشافية يشتغلوا عنا بلبنان الشعب اللبناني كتير زكي نلقط كتير طبخات عالمية نعملها فكان عندي هالشغلي كنت كتير قبره مع محلات نعمل تقييم نكتوب سميهم ريفيوز نحنا عن المطاعم عن الجودة عن نوع الأكل عن هالقصص كانت كتير حب هالشغلي هوايات تانية كمان اتدربت تقريبا شي 17 سنة كانت اتدرب بأكيد اتدربه من نواد رياضية هي شي اسمه بادي كومبات وم ام اي اللي هي نوعه من الإتال يعني نوع من الإتال هيدا الشي كتير بفش الخلق بالقلب ما العالم بتفكر انه هالشي ما بيعمل إنسان عدائي هالشي بيعمل إنسان كتير رايق هيدا حدا بيبعد عن مشاكل بالعكس بيحل المشاكل لأنه انت بتكون عمد في الش الطاقة طبعك كله صحيح كل شي استرس بتعيشه بحياتك تقدر بالرياضة يظهر سو أهم شي انه إنساني اللي كتير عامل كتير استرس أكيد إذا صحته بتسمح انه يقدر يعمل رياضة لأنه رياضة كتير تقدر تنفس عن إنسان سو كل ما كنت بعمل هيدا النوع من الفايت كنت كتير إرجع رايق عالبات حدا كتير أروى اتعطى مع الناس طريقة أحسن هيا من أحد الهويات هل الله يبيركي بتحب الموسيقى؟ لازم ببعد عندك شهوية غير هيك؟ ايه فيه هلأ شيء من الموسيقى إذا بتكفيلك هلا كتير مهم هلا شغلي إنه ما في حدا ما لازم يحب الموسيقى موسيقى شي كتير حلو كل أنواع الموسيقى أنا بحس إنه كتير حلو فيه أدوات شرقي وغربي ايه أكيد لأنه هن ما بيشبهوا بعضهم أدوات الموسيقى الشرقية ما بتسبها الأدوات الموسيقى الغربية مثلا ما في حدا ما يسمع أنون ما ينبسط ما في حدا ما يسمع ساكسوفون مايروق مايروق براغوا عليك أنا شاب أنت وبتحب المينوم بحس الموسيقى يعني فعلا بل عرفتش الأنون؟ ما هيك؟ نوع من العلاج الموسيقى نوع من العلاج حتى الموسيقى الصاخي بإيام هي نوع من العلاج أكيد ليس تلوث سماعي، ولكن حتى الموسيقى القوية من العلاج الموسيقى أيضاً بحسب الفنانين وحسب أنواع الموسيقى مثلاً الطرب وشيء جميل لكن يحب الموسيقى الفرنسية القديمة يعني نحكي داليدا، أدت بيار، سالين ديون، لارفابيان، هودل العالم تعرف تغني كانت الموسيقى طبعهم كتر حلوة فأكيد الموسيقى شيء مهم يمكن على دقيق الوقت كثرة القصص التانية ما كانت كثرة ملحق أنه تعلم دق على قلة موسيقية بس أكيد حدا بحب كثرة اسمع دق، اسمع بيانو، اسمع أوبرا، أوركسترا أوبرا إنه شيء كثرة بحسه بريح العصابة لكن شكراً من أجلك يعني بتحبي، بتحبي الحياة يعني كمشها من كل الجوانب، مش عتخلي شيء يزبط منك الحمد لله آمين يا رب لا يخطرت، أو شيء طب عرفنا لا يخطرت اختصاص الجراحة أنا بقلهم أنه حتى بمهنة الطب المهنة الطب أبداً هي أو شيء بتعمل صحة عامة صحة عامة أدائي؟ كل الأطباء لازم بتعمل سبع سنين صحة عامة مش هيني؟ بالأول قبل ما تبلش اختصاص لا يخطرت صحة عامة صحة عامة هلأ أكيد لأنه بحب أكتر أن أكون حكيم صحة هذا الشيء كثير مهم أنه بحب أكتر كمان وزيادة أنه نحنا ببلد فيه يعني نحنا الشعب اللبناني فيه بيعام منيح مسقف معلم لازم يكون عندك اختصاص زيادة يعني بتحس أنه وقفت على الصحة العامة لازم تكفي مش متل الزمان من الزمان كان كتير حتى أنه تعمل سبع سنين صحة عامة هلأ كمان الطب نحنا نحنا أنواع يعني مش كل اختصاصية الطب بتشبه بعضها كتير بتفرق عن بعضها يعني مثلا ما فيه شابة حكيم الروية للجراح ما فيه حتى بالجراحة الجراحة العظم ما بيشبه الجراحة العامة بيشتغلها أنا جراحة الجهاز الهضمي فنحنا كل حدا خلق لهشي بحب شي معين من أنا وبيكولية الطب كنت تحب أعمل هالجراحة يعني كيف حبق جراحة البطن يلي هي إنه شي الزيدة شي المرارة شي هيك كتير هلأ لأنه عصر بتعرف التجميل جربوا إنه يدفشوني ليش ما بتعمل حكيم تجميل طالما أنت تحب الجراحة لما بتعمل حكيم تجميل حسيتها لأ مش مش استيلي يعني بفضل إنه أنا بفضل إنه لأ أعمل عملية إيش في شي شي الكنسر أو شي هلأ أكيد هنه كتير مهمين بيساعدوا كتير ناس خاصة أنه بيشتغلوا بالحروق أو بتثبيت الإنسان بس حسيت لا إنه أنا إذا شلت كنسر شلت مرارة الإنسان شلت له زيدة مساعدته بشي بمساعد بحس إنه هالعملية غير شي أنا بحبه فبلشت بكذا محال عمل استجات مستشفيات وكفيت بهالاختصاص كتير حبيته مرأة سألوني قالولي مي بالنسبة إليك أقوى قلب قلت له الحكيم قال كيف قلت له خيب يؤسر الإنسان وبشيل وبحط وبحط وبشيل يعني متوخزيش أسبوع أنا بشوف الشوفي بلعي نفسي بوع على الأرض أنت ما صار معك هالشي مثلا أنت وعم يعني أول عملية أو أو أنت عم تتدرب ما تضيقت ما لعت نفسك أو لا لأنك حبيب هالشغلة فايت فيها كثير ساعدني أنا كثير بحبه لأنك كنت كثير متحمس وإذا بدك هاجم دغري هجوم بدي أعمل هالشي بالعكس كنت كثير مبسوط في ناس حتى أطباء مثلا بس يشوفوا الدم أول ما كنا عمل مستجاتنا وهيك يضوخوا هاو دي عطنا نحنا نقول لهم إنه تجنبوا الجراحة يعني الطبيب يعلي متدرب بس يشوف دم أول مرة يمكن تقطع بس إذا مرتين تليت الداخ أو ما كان مرتاح من الدم نحنا نقول لهم هالأطباء أنتوا تجنبوا مجالات الجراحة يعني جراحة العامة جراحة نسائية جراحة العظم جراحة القلب فنقول لهم لا تجنبوهن عملوا إختصاصة الثانية لأنه يمكن أنتوا شوية لكم أضعف من أنه تعاملوا الجراحين فلا هيك يقول لك إنه لا كنت كتير متحمس فلا هيك دغري حبيتها دغري اشتغل يعني دغري فتت فيها مبسطت فيها ما حسيت إنه هلا أنا بتسألني أنا أنا بحب الدم أنا حدا عايش مع الدم اسم معناتها مزرم عارف مفهم بحب الأعضاء الإنسان من جوا يعني بحب شوف الكبد بحب شتغل بالمصارين يعني خلط بيبقى شغف إنسان كيف حدا شغف ويغني كيف حدا عنده شغب في رقص مثلا حدا عنده شغب في رقص مثلا حدا عنده شغب يتسلق جبال ما فيك تقله إنه كيف تسترجى تطلع جبل كيف تسترجى تنزل تخطص مثلا مدركة متر تحت البحر بيقلك خلص هيدا شغف بيبقى بحب أنت أول عملية عملتها شكين شعورك أو شكين حساسك أول عملية عملت كتير بتمبسط أول ما تشتغل عملية كاملة لوحدك يعني هي بتكون بعدك تتدرب بس كونها بعدك تتدرب بالاختصاص قصدي بعد الصحة العامة بيجي راحة كتير بتمبسط لأنه بتحس إنه أنت عم تعمل شيء كتير مهم للمريض بعدين بس تخلص اختصاصه بتصير أنت على التواصل الضغري مع المريض وأهل المريض بتصير كتير تمبسط إذا بس يكونوا مرضاك مبسوطين ومرضاك بس يصح مريضك كتير بتمبسط إنه بتحس إنه الرسالة اللي بدك تعملها عملتها هيدا شيء كتير بحسه كتير حلو يعني شيء بيعطيك إذا بدك اكتفاء زيتي فرح زيتي إنه أنا عملت شيء كتير مهم لحدا طب أهلك شجعوك على كون طوب بس شجعوك كون جراح؟ لا أهلي ما ستزعوني إن كون جراح بيعطوا إنه جراحة غير إن بدك كتير وقت وقوف بدك كتير تعب مسؤولية كتير أكبر لأنه نحن كجراحين ما بنتعطى مع الإنسان يعني تتعطى مع الإنسان مش نحنا مش ميكانيسيان أكيد مع احترام لك الميكانيسيان مع السيارة إذا تخربت تتزبط الإنسان ما فيك إنسان بك تتعطى مع مادة حية كتير مهمة مع إنسان يعني أنت كمان حياته بك تنتبع حياته تنتبع إنسان مش لوحده عايش كمان موصول بعيلة فشغلي فيها كتير مسؤولية فيها كتير تعب فيها أيام كتير بدك تعتلهم مريضك بدك تفكر فأهلي كانوا شوي لو ما كتير شجعوني على الجراحة بس لو ما أنا بحبه خلص يقول لي معالي كفة مش عالي عرجات ربي أبوك يعني ويعطيك يعني شجاعة يعني عطينا شوية شجاعة خير لا يعني عرجات مش عين عرجات مش عين يعني شعريا يعني أنا إذا بشوفها هيك تلعي نفسي يعني مناعي اللي بتخلينا نعمل شي إنه جراحين نحنا ما منقرف من شي إيها بتحس إنه ما منعمل ردة فعل تقويق من ولا شي هيدا شي كتير بوزيتف هيدا شي كتير بيقدري ساعدنا شو ما شفنا ما بيأثر علي فهيدا شي كتير منيح طيب إذا رجعتك شعشرين سنة لورا شو بتحب تكون بعدك حكيم أو بتقول لا يا راتني عملت شي تاني ما بشوف حالي بغير محل ما بشوف حالي بغير محل لأنه بحس إنه بهالشغلة أنا كتير هالشغلة قتلك بالأول ما بلشنا إنه أنا كتير بحب الناس بحب اتواصل مع العالم عندي كتير أصحاب صو كمان مهنة الطب كتير ساعدتنا إنه يكون عندي كتير كومينيكاشن وتواصل مع العالم زيادة صو بحس إنه هم ها من أكتر المهنة اللي قربتنا من الناس قربتنا من الناس بطريقة عاطفية أكتر يعني تعتلهمهم يحبوك فحسيت لا إنه هايدي الشغلة ما بشوف حالي بغير محل أنت وصغير حسيتني يعني أنه أنت بدك تساعد العالم بهالطريقة أما يعني كان حدا كان مريض حدا توفى حدا كذا قلت لا بدني لو أكبر أنا بدي أعمل طبيب صارت شي معك هاي أو لا خلقت معك فكانت كلمة حدا إنه يكون مريض أو شي بس إنه قولي يا لات فيه يساعده أو شي من أنا وصغير هلا كمان ما فيه يكذب عليك إنه نحنا بلبنان كتير من نتفوش ولادنا ع اختصاصات معينة خاصة جيلنا نحنا جيلنا كتير من دفعش يعمل ثلاثة اختصاصات معروفة أنت قولي يا حكيم يا محام يا مهندس بحس إنه أكيد في مهن تانية كتير مهمة بس أنا كنت حب أعمل طبيب أنا وصغير يعني كنت حب إنه أنا وصغير إنه لأ بدي أفحص مريض بدي أعطيهم إدوية ليش ما فينا نساعدهم هايك صرت أبحث عن معرفة إنه إذا فيه يساعدوا بهالطريقة أو كيف فالهيك حسيت إنه الطب هي أحسن شي لأعمله والله يباركي خلا برجاء درجاء للطب وحكيك بإشياء بإشياء تانية من أنت من الكنيسة؟ بسم الله معبي وقتك كله لنشوف أنا حداً كتير مؤثر بحق الكنيسة لحداً أهله بيصلوا لحداً إحنا بالبيت من أساس بيتنا منصلي كلنا مؤثر بحق الكنيسة بيعتبر إنه اللي صاير معي إنه الوقت دي الوقت أيام معانه منح الجيء هي شوي بتبعدنا عن الكنيسة كنيسة أنا عم بحكي عن يسوع المسيح ما عم بحكي عن كنيسة عم نحكي له لا أنا بجيلك من أنت من الرب بعدها كنيسة هي المؤمنين الأشخاص الحجار الحيين أي بالنسبة إلي أنه أنا كنت كتير مؤمنة كتير مصلي كنت بروح الكنيسة كل نهار أحد تقريباً كمان مع يعني ما عندي بصلي وما كان ما عندي مشكل حتى وان بقية كنيسة مهم صلي بس الفكرة أنه هلا معدي الوقت حتى أيام بيشتغل بيكون أوقات الصلاوات بيكون عم بيشتغل فلا هيك ما كتير بلاحق روح على الكنيسة بها الوقت بس كأيمان أنا بحس أنه أنت فيك تصلي كل نهار حسب أنت كيف عم تتصرف مع الناس أمين تطلبونني تجدونني أنت لبطلوني كل كلوبك طيب أنت أتفوت على عملية بتحط الرب قدامك أي هادي كتير مهم أكيد خبرني عنها أكيد كتير مهم حتى دائما برشوم إصارة صليب أبما بقل الشغيل مفضل أنه ما حدا يقشعني يعني هي شغولي بيني وبين ربي أنا بالنسبة إلي علقتي مع ربي هي دغري موصولي بإله فلا هيك دائما لا أكيد أهم شي بالنسبة إلي أبما أشتغل أنه كون بصلى الصباح أنا وبس أمشي وبس بلش عمليتي لأنه نحن واسطة بالنتيجة أدمى على الإنسان أدمى كبر خرط وطراب يعني نحن واسطة أنا أعطيني الله الموهبة أني ساعد الإنسان يشفى بس مش أنا يلي بشفيه هيدا الأطباء لازم يعرفها الأطباء بحول العالم لازم يعرفها كيف نحن متأكد ربي باركك يا رب بش مرسي نحن كيف تأكد أيام بعمل عملية بتكون رائعة العملية ما ولا نقطة دق كتير كتير ميحة بتجنن بصير شي مع مريضة أيام بتكون عملية كتير صعبة كتير عويصة بتلاقي المريض مثل الليرة طلع مثل الليرة أنا بقول لهم أنه الله هو حسب شو مقدر لنا أمين وحسب كيف حاطتنا بدرب الناس يعني حتى الإنسان بيجي لعندي بتعمل عملية بيكون هلا حاطني بدربه لأنا جرّب ساعده بالموهبة اللي أعطيني إياها اللي أعطيني إياها أعطيني إياها أشتغلت على درسنا خلصنا تخصصنا بعمل شو بقوله ضميري بالشغل يعني ضميري يعني أصول الطبية ما بتصرف فوق الأصول الطبية مثل ما لازم أصول الطبية نشغل بالشغل بشتغل ويبقوا على الله يعني الله هو أمين ثم أمين ثم أمين أنا الربشة فيك وفي وقت تضيد كم فيك طيب خلينا هلأ ناخدوا بريك ومنرجع الموضوعنا كتير حلو مشهدينا الكرام بريك ومنرجع رجعنا من البريك مشهدينا الكرام والذي يحب يتصل يسأل الدكتور أي سؤال على 01-255-500 أهلا بالدكتور ماشي يا أسيس فعلينا ليه بعد ما تزوجنا صراحة صار لرجع ثلاث سنة من بلجيكا أنا كفرت اختصاص ببلجيكا حلو فصار ثلاث سنة رجع من بلجيكا أنه بتعرف الظروف بلبناء كلمان أنا ورا ورجع كوفيد بحيث بس هذا الشغل نصيب يعني بس بدا تجي بتجي يلا رب يكرمك ببنت الحلال يا رب مرسي خلاك اليدك يعني حضطك جراح الكبد وابا بدي أسألك سؤال على المشاهدين يمكن يحب يسأل وفي الناس بصلا بيكون عندهم بدانة وبيعملوا عملية المسران وفي الناس بيقول لك يا خيي عملية المسران ما منستحلي ناكل مش ما بيقول لياكل بكون عملية العملية كيف فاهم؟ عملية البدانة بتصنف بتتقصم يعني في عمليات قص المعدة يلا بسميهم نحنا سليف أو تكمين من معدة بسموها انت مع؟ اه اكيد ما أنا بعمل لوندان وفي كمان عمليات توصل المعدة بالمسران يلا بسمي نحنا بايباس أو مني بايباس عمليات البدانة كتير بيقدروا يساعدوا الإنسان بس بس إلهم قواعد إلهم قوانين يعني مش حدا وزنوا سبعين كيلو بيجي بتجامل عمليات البدانة مش حدا مثلا كمان حتى يعني نحنا بنقيسهم حسب مؤشر البدانة إذا مؤشر البدانة عند المريض فوق الأربعين مؤشر البدانة هو طوله بالكيلوغرام وزنه بالكيلوغرام على طوله بالمتر درب طوله بالمتر إذا هيده فوق الأربعين نحنا بنقول إنه هذا المريض بيقدر يعمل عملية البدانة عمليات البدانة بتقدر كتير تساعد الناس إنه يتخلصوا من دقيق سكرية من الضغط من كوليستيرول أو نسيطر عليهم كيف يعني يعني إذا حدا كتير ناصح بلش معه السكري عزغر يعني عم بحكي عزغر أنا التاني نوع سكري بالأربعين أو بالخمسين أو عنده ضغط أو شيء إذا بس يبلش يضعف يمنحس بنحسن وضع الإدوية بباشر نخفف الإدوية ونغير أنواع الإدوية أو حتى أيام نوقفهم يعني بس يضعف الإنسان كتير بس أكيد عملات البدانة بدأ عليها كتير قوية مع الجراح بدأ متابعة لازم يتابع دائما يجب نعمل فلو أب معهم بدأ عم ينزلوا كيف عم ينزلوا لازم نشتغلهم بطريقة علمية مظبوطة الده لازم نشيل كيف لازم نتصرف وكل حالة بحلتها يعني أنا بقل لهم ما فينا نعمم بعمليات البدانة كل مريض حسب شو بيجي نحنا منقرر شو لازم نعمل طيب ما أقولي إذا أعمل عملية ورجع نصيح؟ هاي قصة لي رجع نصيح لازم يشغل كتير مهمة إنه هو ده مش سحر هو بيعطوه بوش دفشة بيضعف ضربه واحدة بينزل الدهن من جسمه بتخف الشهية القوية عنده من ورا الخلايا منشيله من المعدة بتخف من عنده الشهية كتير بس يخف الدهن كمان الشهية بتخف فساعتها بيصير نحنا منعطي إدرة للمريض أنه يضعف ساعتها كما بدأ عليا الشغل هو كمان طيب لا شو بروح انت حكيم رجيم مثلا ممكن شو؟ ما هن عادة مرضى البدانة بيكونوا إجوا لعنا ليطلبوا عمليات بيكونوا قطعوا على كتير حكمة أخصائية تغذية وما مشي حال الضيطس يعني احنا بالأول بس بدي يجي لعنده في كزا شغل بدي أقولون إياهون إذا ما في مشاكل نفسية أو مشاكل كتير قوية مثلا معون إذا ما عندهم مشاكل بالغدة إذا راحوا عند حك عند أخصائي تغذية وعطتهم كزا مرة دايت وما مشي الحال إذا هوا كلهم كانوا موجودين يعني ما عندهم مشاكل نفسية وما عندهم مشاكل بالغدة وبالفيتامينز وأخصائي التغذية قلت لك قلتنا أنه ما عمليه كتير دايتس ما عمليه يمشي حاله ساعتها منلجأ لعملت البدانية هي بتكون آخر خرطوشة ما بي مش دغري مما كان بيجي لعنده بقلو دغري فروت على العملية حضرتك رحت عملت ببلجيكا شو الفرق بين لبنان أما شو المشكلة بين هون وهونيك كيف هونيك كيف هونيك هل أنا خلصت صحة عامة وجراحة عامة بلبنان ورجعت رحت عبلجيكا عمل جراحة أورام المصران على النظور يعني على المنظر جراحة أورام المصران كتير في فرق إذا بدي إليك بين العمل الطب أو الطب عامة ببلجيكا وبلبنان يعني إحنا مثلا باللبنان عنا كتير مشاكل طبية من العين منها أول شي أنه إحنا باللبنان بنشوف المريض على حساب شو عاية عشو بيتحكم يعني عنا كتير إذا بدك عاصب الدوليب بتصير موجودة ما فيه اطلب له شو ما بده ما فينا نحكم كل الناس بنفس الطريقة هيدا المشكلة اللي ملقيتها مثلا ببلجيكا ببلجيكا لأ كان ما نسأل على حساب شو كان ما نسأل المريض من وان جاية ما نسأل عن الفرقات شو بدون يعملوا مع المستشفى ما كان عنا هيدا البروبلايم يعني عنا شوي مشكلة طبية بلبنان بهذا الموضوع المستشفيات الحكومية ببلجيكا كانت مستشفيات كتير قوية يعني هون بالقل بعكس لبنان لان احنا بلبنان المستشفيات الحكومية يلي عرفنا قيمتها بصر في كورونا بصر في كوفيد قبل كانت جدا مهمة له كانت الرعاية الطبية بمستشفيات الحكومية كتير كتير متدنية يعني مانا كتير منيحة وكان احنا كالطباق كنا ما نحكم اغلبي في كتير حكم وما بتحكم مستشفيات الحكومية لانو بتعرف انو مرضاها ما هي يتقدموا او يمكن يصير معهم مشاكل او اشتراكات بهذا المستشفيات للأسف بلجيكا كانت لمستشفيات الحكومية كتير اهم كتير احسن يعني شغلة كتير منيحة بالطب في لبنان انو نحنا عنا اطباء كتير ناح مستوى الطب في لبنان هو من الاحسن بالشرق الاوسط بدي اقول الحقيقة يعني هلا بتقول انا عم بالغ بس نحنا عن جد اطباء انا كلها تخصصت باوروبا او بامريكا اطباء اللي عنا بلبنان كلها بتشتغل كتير مزبوط لهيك بتشوف انو زعماء دول عربية بتجي تتحكم بلبنان اللي هيك بتشوف انو لبنان كالطب خاصة قبل ما يصير عنا مشاكل هلا فالبنان بالطب كان كتير متقدم المعدات اللي كانت عنا باللبنان كانت موجودة وما كان هلا اوكي احنا عنا مشكل على الدفع للمعدات وهايك بس كان عنا الفاسيليتيز كان عنا سهولة بكتير قصص كطوق كان احنا كأطباء وخيرة الاطباء اختصاصيين خاصة ببيروت يعني انا اذا بوضي حدا مثلا بدي وضي مريضة عايز حدا من اختصاص كتير معين موجود بلبنان موجود كذا حدا للأسف انو عم سير عنا هجرة ادمغة هجرة اطباء هلا بشكل كتير مخيف انترش مفكر سافر لا هلا لا لا هلا لا صراحة بس انو تقريبا احنا خسرنا كمية مخيفة من كمية الاطباء صحيح صحيح حرام والسؤال اللي بمسأل كل ما حدا يحكي معي انو شو بعدك عم تعمل ولا ما بتروح فهيدا كمان يعني هيدا كل يوم انطرح عليها هيدا السؤال بس لا حد يتهلق بعدنا ما قررت انو سافر وقررت ضلة كمان اللي حد يتهلق على الله طيب سؤالي للك من انت من السياسي بتحب السياسي او بعيد عن السياسي انا كتير قريب من السياسي وكتير بعيد من السياسي اذا بنا نحكي مجتمع هلا لاطباء في لبنان اذا بتعطوا بالسياسي هذا الشي كتير بيعملون دفش لقدام كيف يعني يعني اذا كانت محصوبين على حزب او شي هذا الحزب بيقدر كتير يدفشون يعطيون يقويون لانو تعرف كل شي باللبنان احنا ماشي بالواسطة كتير مهم انو ما تكون باللبنان مسيس ليه لانو بس نكون باللبنان مسيسين حنكون طائفيين اللي الحزب السياسي من تكلع الطوايف لكون انا حكيم لازم انا كون عندي تقرب على مريدي شو ما كان طايفته شو ما كان لونه يعني متل ما كانوا العرم ببلجيكا يكون الحكيم من كوبا يكون حكيم من كونجو يكون من حالة دولة يقرب على المريض الصيني على الياباني ما بي ما يتطلع فيه انت من وين انت من ايا منطقة انت من ايا طايفة ما في هذا الرئيسيزم العصبية الطائفية ولا العصبية السياسية ولا العرقية حتى فلهيك مفضل انه كون كتير قريب السياسي بفهم بالسياسي بعرف انه بالسياسي في كتير ايشة بتنلعب ايشة اكبر من لبنان ان جنرال سولا ما بفوت بي ايشة سياسية انا حدا ما بنتخب كمان تريح رأسه ايضا ما بنتخب عندي قراءة سياسية بحتفظ فيها لقلي اكيد بس اكيد بعمل الناس اكيد مش حالا منطويفهم ولا حتى انتماموا السياسي هنه حرين وكتير كتير مهم بدواجه شغلي انه التعدد السياسي شي كتير منيح حتى لو نحنا فاهمينه بطريقة غلط باللبنان بس تعدد الاحزاب شي كتير منيح رأي السياسي هو رأي كل انسان ما لازم نحنا نواجهه بطريقة كتير عدائية اذا عنده رأي ما بيشبه رأينا سوك يصطفل كل انسان عنده رأي السياسي يصطفل فيه فلهيك تحافظوا على اصحابكن هاي بقلوا يا حافظوا على اصحابكن طالس سياسي ما خصنا فيها واقوان بتحكي انا بشتغل بمستشفى جبل لبنان بشتغل بمستشفى هارون ما هو اتنين مظبوط عندك عيادة عندي عيادة بجداية ايه حد جنينة الحكمة بالطبيعة الارضة اذا بدون بحيالة حدا من المشاهدين بيعطي الرأم بيحكي بتواصل معك طيب هلأ انت شاب وانت هلأ طالت فاقح تلفونك 24 24 هايدي هاي سؤال كتير مهم كتير كتير مهم بدي اقللون شغلة التطبق كضمير الطبي بعرف انه بعدني صغير بعرف صار ثلاث سنين عم زاول المهنة بلبنان بس كضمير الطبي انا بقللون انه كتير صعب ان يسكر تلفونك لانه في مريض مثلا بيصير معه شيء فيك تلحقه بعشر دقايق فيك توصل على المستشفى حتى بنص ساعة اذا مسكر تلفونك فتحته بعد ساعة ما بتلحقه يعني او بتأخنه مرضى ايام ما بيعرفوا خطورة حلتهم يعني ايام في حدا يكون عم يعمل نزيف ما هيقلك انا ما هيعرف ان عم يعمل نزيف بغير اختصاصات اذا حدا عم يعمل مشكلة بالقلب او حدا بتعرف وبيعمل مشكلة بالقلب يمكن يقلك يمكن هيدا مغص يمكن يقلي هيدا شكي ما انا معنى اذا ما انت بتقول له لا لازم تنزل على الطوارئ لازم تعمل تخطيط قلب لازم تنزل لازم شوفك لازم يقف حصك يمكن يموت بالبات فهيدا هيدا هيدا ضمير المهنة مثل ما انتك بتشغل مظبوط كمان لازم تكون مع العالم موجود هيدا شيء كتير هلقوان المكتير بيسوى هو الواتس اوب الباتص اوب اذا ساعدنا نحن كا طباء اذا عايزت شى من حكم ثانى واشتغرب متواصل arma والاعات هو التواصل اذا ان Canadians ساعد الكثير مثلWA صور اذا ان نشوف فحوصات وذهس في الوقت لاحزن الان اسمل تغلworking اذا بريدتك سأبت كل الحكمات بالواتس أوب استمرت الطوارئ برر وقت الزو style لان كان لنا في فترةثів لا كانا كثيرا كثيرا علينا بالعيادات لم يأننا نجمع عالم اكيد بحكام كثيرا بالكثيرا علاجينة هنا Vegas بس بعتقد باشة تانية لأ كان لازم شوية ناس بلبنان فهمين الواتس اب غلط انه كتير كتير بتكتر واتس او بيبعثوا لي اشعة على الواتس او انا بفضل انه يبعثوا لي اشعة على الواتس او رد عليهم مسلا بالليل او بس افضل بس كتير كتير ابيوز صار الواتس اب بالبنان هيدا مع الحكمة لهايك صارت الحكمة شوي تجيب خطين او تحط الواتس اب بس انه هدا مش للشغل ازا بدك بس لان في طبه بيقول لك خي انا بعمرات خلي تليفوني مفتوح بس بينزعج بصير واحد يسألوا قال له سؤال بقل له طعمي يعني يعني بقل لك يا خي انا بس اكون عم بتغدى اما عم بتحشى اما الساعة ثلاثة والجدى ومسلا بتنتسل لك سؤال بلا طعمي انا كمان يعني اصحاب الواتس اوب والمرضة ودي عارفت انه اذا فعلا كان مدى يتوصل مع الحكي مش اقلا شي حرام ما هي هي توعية الناس شو بتعميه لابني مسلا ساعة ثلاثة والجدى ومش اتنعب طبعا هادي توعية العالم كمان عن الامراض بس توعي كتير الناس على امراض وعالعوارض بصيروا يعرفوا مظبوط شوي ويخدوا فكرة شو يلي مظبوط خطر لازم نبلغ فيه دغري او ونحكي طبيبنا اولا طبعا انت صار معك شي حادثي ساعة ثلاثة اربعة خمسة بتجي الضوء قالوا لك تعه وجيت اما بعد ما موصلت له اه بلعا كتير نحنا بيجينا كتير قصص لان بالليل كمان جراحة كجراحين ايه يعني حوالي السار ايام بدهوا يدقلك بالليل ايام حدا مشطب او مجروح او شي بدك تقطبه بالليل في كتير ايشة كجراحين نحنا او حتى ايام في حدا عنده شي مشكل بطل صار عنده التهاب كتير قوي بيطلبوك ايام تجي على المستشفى بالليل حسب خطورة الوضع هلا ان احنا احسن شوي من حكم النساء يعني هن كتير بيجوا اكتر احسن شوي من حكم القلب يعني كمان كتير حكم القلب بطر يعمل كتير ميل بالليل بس انه كتير بيطلبونا بالليالي هدا شي كتير طبيعي شو المرارة انا سؤال هاي انا بدي اسأله وبيقولوا فيها بحث فبحث شو ايه موز من واني بيجي البحث هيدا سؤال انا بدي اسأله الاليالي سؤال شخصي المرارة هي وعضو موجود دغري تحت الكبد ميلة اليمين المرارة هي شغلتها انه كل في كل شي من المادة السفروية اللي بيفرزها الكبد اللي هي مهمة كتير بصناعة الدم مهمة كتير بالهضم المرارة بتخليها تصير اقصى بتجمد شوي بالمرارة هاي المادة السفروية وبس نحنا ناكل ويوصل الاكل على اول مصران الدقيق هاي دي المرارة بتنضغط كلها بتشدع بعضها بتكب كل الافرازات اللي بيقلبها لبرا بتساعدنا بالهضم بعملية الهضم المرارة المشكل انه ايام هاي دي المرارة لعدة اسباب يا ورافية عادة عند النسوين بعمر الاربعين او اذا كان عندهم بداني كتير بعد عمليات البداني كمان فيها تعمل هيك المرارة بيصير يرسب فيها هاي المادة السفروية مسميها بايل نحنا بتصير ترسب فيها بس ترسب في كتيرها بتصير تعمل بحث مشكل بالبحث انه بيخلي بسد مجر المرارة بسبب التهاب المرارة بيعمل كتير اوجاع بالبطن بس تلتهاب المرارة فيتعملنا كتير اشتراكات ومضاعفات تانية لهيك بس يكون عندنا بحث نحنا عادة منقول للناس اللي لازم تشيلوها للمرارة لانه بس انشيلها خلاص صارت مرارة مريضة عم تعمل البحث بيقدر المريض يتجنب التهاب كتير اوي او عملية طارقة كتير بالليل بنسلك سؤال كمان هيدا شخصي قال اذا معك مرارة تعفز معك مرارة كل موزي اما هيك هيك بيقولوا لا مش مضبوط اللي لتعرف اذا معك بحث بالمرارة عادة هن الناس اللي بيعملوا كتير مغص بعد الاكل يعني اذا خاصة الاكل اللي في دهن يعني بتقلون انتو بتاكلوا بيرجر بتاكلوا هامبيرجر كله مع بطاطا وبتموت بشتروا عندكم وجع براس المعدة بيقلك ايه ضغري بعد الاكل واجع ضغري بعد الاكل خاصة عالدهنيات هيدا فيه كون على الارجح في بحث بالمرارة لنقدر انشخص بحث المرارة لازم نعمل صورة صوتية للبطن اكل البطن على الصورة الصوتية هي الاحسن فحص للشخص المرارة بيقدر شوف اذا فيها بحث ملتهبة مش ملتهبة اذا شو وضعها وشو لازم نعمل فيها مش هين المرارة ايه مضبوط طبعا ننتقل على شيء اخر اذا اذا انت بالامر تضعط على الامر نينك بكرة يوم الايام يم بيعرف يصير حدا بيعرف يصير فيها نطة على الامر مين بيعرف تكنولوجيا هلا بجعل بحكي عن تكنولوجيا انت بالامر قلتلك خد معك شي اكلي طيبي شو بتي يخد هلا المشكل انه اذا بدي اقولها في كتير عالم من المشاهدين رح يقرفوا لا انا حدا كتير بحب الغمة اللي هي الفوارغ يعني هيدا مش كتير عالم بتحبها بس انا هيدا بالنسبة اللي هي نمبر وان يعني الفوارغ هي اوه شي ما اكتري بيعني اقول الفرس يعني كأنه انت لانك بتعمل عمليات المصارية بتعمل عمليات بتعمل عمليات كمان بالاكل بتحبونها مزبوط بس هي اي اكلة رائعة جدا هي كتير اكل رائعة هي اكلة تقيلة يعني اذا فتباكل بس انه هي من هي بتتكلش الا بالشتي جميلة مزبوط هي من اطيب الاكلة بالنسبة لي يعني هيدا نمبر وان الاكلة اللي البناني كتير بحبه يعني من جنر بحب الطبخ الاكلة اللي البناني كتير صحية على فكرة تراغوا عليك انه بتحب ما بتحب مثلا هالالاشي الهامبرجر وهالأمور كذا بتحب انه طبخ اللي بيعرف طعم تتمو لازم يهرب من كل شي فيه سوس فيها سكر هيدا الفاست الفاست فود يعني كل شي بيرجر وهالقصص بحطوا فيها كتير كتشاب بربكيو سوس هاي سوس كلها بحطوا فيها سكر كل شي بتحط فيه سكر ما بتحط تستطعم منيح فكل شي بكتعرف طعم التمك مزبوط بدك تهرب من كل اكل فيه سوسات السكر لتعرف الدوق بان انا بحب الكتشاب هاي الحلو ايه هو طيب بس طيب اذا لتلك خد معك كتاب اي كتاب تاخد بكل صراحة نهج البلاغة للامام علي ابن ابي طالب لم ياخدتش كتاب المؤدس كتاب المؤدس لازم يكون بفكري وبقلبي امين لازم يكون حافظه لازم يكون حافظه لازم يكون حافظه طيب اذا تلك خد معك حيوان كلب ليه بالنسبة لقليق ان كلب هو من اكتر حيوان الوفية حيوان الوفية تقدر تعيش معه يلي هو حيوان يقدر يعبيلك وقتك يتعلق فيك كشخص هو اكتر صديق وفية ما بقوله اكتر صديق وفية هو الكلب يتعلق فيك كشخص وبيضل معك كثير منيح لقلك يعني بيكون مخلص لقلك فبحس ايه بيخد كلب بيطلع بقم يعني اكلي 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 اعجبتني الاكلي انا هلا طيب 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 غير الوفيري الغامي شبتيكم اكل لبناني يعني بحب قصص كتير متل الفتى بحب الملوخية مغربية هيك اشه كتير بحب المحيشة كوصة محشة ورق عريش اهلا انت عايش مع اهلك ايه مشكل امه امه اكله طيب فيك عم تدعم تحيه 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 للك عن جد ربي باركيك ويخليلك هايدي العيلي يا رب اسم يسوع مرسي خليك عالتا نحن انه الفرق بين بلجيكا ولبنان اجمل بلد شو برأيك اي بلد ايطاليا بتحب ايطاليا زرت تقريبا نصف اوروبا الغربية عم كم بلد رحت انت انا نحن لازم كتير نقصم كمدن كمان انا رحت على كتير مدن بالدول ما في يزور دولة كلها فرحت على كتير دول يعني تقريبا يعني اسبانيا رحت مدريد برشلونا بايطاليا روما فلورنس بلوكسنبورج رحت بلجيكا كلها شفت كلها كل مدنها فرنسا اكيد باري كذا مرة نورماندية عملت تور نورماندية كله ثلاث مرات نزلت على نيسكو الدازور طلعت هولندا رحت على امستردام وليحت على لاهاي وهي احلد من اجمل المدن باوروبا هي لاهاي محل ما في المحكمة الدولية ما كتير يعملين لها دعاية ليتوققوا من السواح بس يكبوا بمدينة بجوه كتير اذا بدك فتقريبا نصف اوروبا الغربية برامطة بالنسبة لاله هي روما هي اعظم محل شفته اجمل مدينة شفتها متحف مفتوح السفر هو شيء كتير سبجكتوف للناس يعني فيه ناس بتسافر لتعمل شوپنج فيه ناس بتسافر لتصهر وتعود على البحر فيه ناس بتسافر لان بتحب المتاحف بتحب تشوف الكنيس الكبيرة او بتحب تشوف النحت انا من هودة تالت ناس يعني بحب تشوف منحوتات كاتدرالات بتحب تشوف فبالنسبة بقلي روما كانت كتير مدينة جميلة مدينة جميلة انه وما بطوب روم بتطلع نوفايرة صغيرة كتير حلوة وما كان كله منحوت بطريقة كتير حلوة ما تفكر المستعبليين انت عمل شي كتير بطبي نحنا مستعبليين بالطوب ما بق فيه مثل من زمان عمل كتوب بالطوب صارنا نحنا منكتوب بمجلات علمية يعني وهي دا كيف بسور برة خاصة بالجمعات الكبيرة بقيموا الحكيم مش بس على شهداته مش بس على الدبلوماز اللي عاملوا بقيموا على كم مقال بمجالات العلمية العالمية مجالات العلمية الطوبية فنحنا أحلا مثلا أنا قدة انا اكتب كذلك متعمق على منجلات عالمية مثل الصوري امريكانية و بالشرين اللي هي أبلغえて هو دا بنيتوب فيهن مقالات مثلا عن حالة نادرة صارت معنا عن نعمل دراسة على نوع من الحالات يشبه بعضه لازم نعجب هالطريقة ومش بهالطريقة أو هالطريقة لقيت عنا أحسن من الثانية فهون نحن من سرنة أيام يعني ما عدي نكتب كتب طبية بعصر الانترنت ما عدي نكتب كتب طبية صار نكتب مقالات بمجلات علمية فهلأ أنا مسؤولة مريدة أنه عندك لازم نعمل لك هذه العملية لحالتك صار بيفتح هالمقالات العلمية وبيشوفها على الدراسات الكبيرة إذا صح أو لا أكيد إنه إذا عنده معرفة بالكلمات الطبية لأنه ضيارة كتير التكنولوجيا هلأ صار كله غير حكين دياتان عن التكنولوجيا أنت معها أو ضدها أنا كتير مع التكنولوجيا ما أبين ما أنا أحضر شوفك خاصة من مجال الطبية خاصة من مجال الجراحة نحنا كتير تغيرنا من زمان كان في مثل بقول بالإنجليش طب قبل من زمان كيف كان يعرف أنه كان عم نحكي عنا الامرارة أنه راحة معه كان يتكلم الأطباء على الفحص السريدة يعني الجراح كان يكبس طاحت ينوجع المريض يقول في زايدة يضطر يفوت على الزايدة ما كان في السيتسكان كان يكبس من فوق يشعر كتير موزوع إذا كان كتير موزوع بيقول له معقول مرارة لأنه ما كان عنده إكبس فقاقات تقدم كتير الطب إذا عم نحكي تكنولوجيا معدات هل عم بحكي تكنولوجيا تقنيات بالشغل خاصة تقنيات جراحية نحنا هلأ قصرنا جراحة النظور عملك كبرت كتير هيا بلشت بالتسعينات وهلأ كتير اتطورت كتير اتطورت نحنا نحنا الجيل اللي خلق عم نتعلم جراحة النظور مع الجراحة المكتوحة من زمان كان في مثل كتير كبير انجليزي كان يقول بيج سرجون بيج انسجن يعني الجراح الكبير هو الجراح اللي بشق شق كبير هلأ بقول لهم قلب المثل صار بيج سرجون سمول انسجن صار الجراح الكبير هو اللي بشق شق صغير صار كل ما بتخفف صارنا كل ما نشتغل عمليات النظور اللي هي بتبقى شقوق صغيرة دويح ما كل شي عم نعملو عم نظور يعني مرارة الزايدة كنسير لمصارين الافتاقات كله عم نشتغل نظور حسب اكيد كل حالة بحالتها فتغيرت التكنولوجيا عطتنا دفع كتير قوي حتى بالشغلة صرت مجبور انا كانسان جارة التكنولوجيا يعني ما عد فيي انا اكون مثلا ما بيشتغل غير فتح لا اصلا بدي اشتغل بدي اتعلام نظور لهاك طلعت الخصصات الزيادة برا جراحة نظور فلازم اصرنا نجريه هلا بس هلا حد اصرنا بالروبو هلا بلش يشتغلوا بالروبو الروبو بالجراحة العامة ما كتير بعد ااخد مجدو ااخد اكتر بمجرح جراحة مسايك البولية بضعتك دية تاني طلع بالكاميرا وصف رسالة لمن بدك لأهلك لأصدقائك للمرادة اللي عندك وصف رسالة دية تاني معك بدي اقول رسالة تاني مش رسالة واحدة اول شي بدي اقول للعالم كل المشاهدين شوي يكونوا اروأ مع طائم الطبي بالتعاطي يعني بدي اقول شفت كتير بشغلي بها ثلاث سنين بلبناء شوية عدائية مع طائم الطبي بدي اقول بس انه يكونوا شوي اخف عدائية مع طائم الطبي لانه هذا عالم خاصا المرضيات عم يشتغلوا كتير عم يتعبوا كتير حطوا حياتهم عقيدهم تركين عيالهم كرمال يهتموا فيكم فبس كونوا شوي احسن بدي اتشكرك كل اهلي لانه انا ماكنت هون موجود لوما اهلي واصحابي اكيد وكل الناس اللي بيحبوني وبدالون انا كمان كتير بحبكون واكيد بدي اتشكرك اسيسنا شخصيا على مقابل اليوم الله يبارك ويخليك مرسي كتير ويخليك خليك بهالهمة الله يبارك الكرام وهذا شرف لانه كمان مشهدينا الكرام حلقتنا انتهت نراكم اسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج من انت على قناة نور الشرق الى اللقاء والرب يسوع المسيح يكون معكم الى اللقاء اشتركوا في القناة